تعرفتم في الدرس السابق على تفاعل ألكلة فريد الكرافت وستتعرفون في درس اليوم على تفاعل أسيالة فريد الكرافت وهو مشابه جداً لتفاعل ألكلة فريد الكرافت يبدأ هذا التفاعل بجزيء البنزين ويضاف إليه كلوريد الأسيل حيث تمثل المجموعة المحاطة بدائرة زرقاء مجموعة أسيل إن المادة المحفزة المستخدمة في هذا التفاعل هي كلوريد الألمنيوم ALCL3 لاحظوا أن ناتج التفاعل هو استبدال البروتون أو الآيون الهايدروجيني الموجب المرتبط بالحلقة الأروماتية بمجموعة الأسيل أي أن هذا التفاعل هو تفاعل الاستبدال الأروماتي المحب للإلكترون إن آلية التفاعل الأسيلة قريبة من آلية التفاعل الألكلة فعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بينهما إلا أن كلا التفاعلين يبدأ بنفس الجزيء وتضاف إليه نفس المادة المحفزة ألا وهي كلوريد الألمنيوم الذي يمثل حمد لويس في التفاعل ويستقبل زوجاً من الإلكترونات ألا وهو زوج الإلكترونات هذا المحيط بذرة الكلور إذ تمنح ذرة الكلور زوجاً من الإلكترونات إلى ذرة الألمنيوم التي تستقبل بدورها زوج الإلكترونات هذا لنتعرف من خلال الرسم على نواة اجتفاعل حمد قاعدة لويس هذه مجموعة الكربونيل ولديكم ذرة الكلور مرتبطة بذرة الكربون في مجموعة الكربونيل وذرة الكلور هذه محاطة بزوجين من الإلكترونات غير المرتبطة وشكلت الآن رابطة مع ذرة الألمنيوم المرتبطة بثلاث ذرات الكلور كما هو مبين أمامكم إن ذرة الألمنيوم تحمل شحنة سالبة أما ذرة الكلور فتحمل الآن شحنة موجبة وقد شكلت هذه الإلكترونات المبينة باللون البنفسجي الرابطة بين ذرتين الكلور والألمنيوم على هذا النحو والآن هذه الإلكترونات ستنتقل إلى ذرة الكلور هذه وبذلك يكون قد تم انتزاع رابطة من ذرة الكربون في مجموعة الكربونيل ونتيجة لذلك تحمل ذرة الكربون هذه شحنة موجبة وهي لا تزال ترتبط مع ذرة الأكسوجين في رابطة مزدوجة كما ترتبط أيضاً عند هذا الطرف بمجموعة R وبهذا يكون قد تم تكوين كاتيون الأسيل وهو يمثل المحب للإلكترون في آلية تفاعل الاستبدال الأروماتي المحب للإلكترون هذا الكاتيون مستقر بفعل بنيته الرنينية حيث تتشكل بنية رنينية أخرى لهذا الكاتيون بانتقال زوج الإلكترونات غير المرتبطة المحيط بذرة الأكسوجين إلى هنا لتصبح الرابطة بين ذرة الكربون وذرة الأكسوجين العلوية رابطة ثلاثية لا تزال ذرة الأكسوجين هذا محاطة بزوج من الإلكترونات غير المرتبطة وتحمل شحنة موجبة بينما لا تزال ذرة الكربون مرتبطة بمجموعة R وهذه البنية الرنينية المستقرة لكاتيون الأسيل هي الفرق الوحيد بين تفاعل الأسيل والألكلة فبسببها لا يحدث تفاعل إعادة ترتيب لبنية الجزيء هنا وهذا يختلف عما رأيتموه في تفاعل الألكلة والذي تشكل فيه كاتيون كربوني قادر على إعادة ترتيب بنية الجزيء ليكون أكثر استقراراً وهذا ما جعل التحكم بطبيعة النواتج التي تحصلون عليها أمراً صعباً لكن تفاعل الأسيل هنا لا يتضمن إعادة ترتيب لبنية الجزيء ويعود السبب في ذلك إلى البنية الرنينية المستقرة لكاتيون الأسيل هذا في هذه المرحلة من التفاعل سيتم تكوين مركب آخر هنا ترتبط فيه ذرة الألمنيوم بأربع ذرات كلور وذرة الكلور هذه ستصبح محاطة بثلاث أزواج من الإلكترونات غير المرتبطة بعد أن انتقلت إليها هذه الإلكترونات باللون الأحمر هذا يعني أن المادة المحفزة أو العامل المحفز قد أنتج المحب للإلكترون وهو كاتيون الأسيل الذي سيتفاعل مع حلقة البنزين وبالنسبة لآلية هذا التفاعل فإن بإمكانكم استخدام أي من هاتين البنيتين الرنينيتين لكاتيون الأسيل لتتفاعل مع حلقة البنزين ولتكن البنية الرنينية على الجانب الأيمن والتي تحتوي على ذرة كربون تحمل شحنة موجبة هذه حلقة البنزين وهناك بروتون يرتبط بها على هذا النحو اخترنا البنية الرنينية على اليمين للمحب للإلكترون التي سيتفاعل مع حلقة البنزين ولذلك فإن ذرة الكربون هذه ستحمل شحنة موجبة وهي مرتبطة بمجموعة R وبهذا يكون لديكم تفاعل بين المحب للنواة والمحب للإلكترون فالشحنات المتضادة تنجذب إلى بعضها بالتالي إلكترونات باي هذه المحبة للنواة تهاجم المحب للإلكترون لينتج عن ذلك إضافة المحب للإلكترون إلى حلقة البنزين عند ذرة الكربون العلوية المرتبطة بذرة هيدروجين ترتبط ذرة الكربون في الحلقة بذرة الكربون في مجموعة الكربونيل بهذا الشكل لنتتبع معاً حركة الإلكترونات المبينة باللون البنفسجي هذه الإلكترونات تمثل المحب للنواة لذا تشكل رابطة بين ذرة الكربون هذا وذرة الكربون في مجموعة الكربونيل لاحظوا أنه تم انتزاع رابطة من ذرة الكربون الموجودة في الأسفل ولهذا صارت ذرة الكربون هذا تحمل شحنة موجبة تمثل هذه بنية رنينية محتملة للكاتيون ويمكن رسم تراكيب رنينية محتملة أخرى له هذه البنية الرنينية الناتجة تمثل مركب سيجما وتتضمن الخطوة النهائية للتفاعل نزع البروتون من مركب سيجما وإعادة تشكيل الحلقة الأروماتية وعليه تلتقط هذه الإلكترونات الموجودة هنا هذا البروتون الأمر الذي يتسبب بانتقال هذه الإلكترونات إلى هنا لإعادة تشكيل الحلقة الأروماتية ونزع الشحنة الموجبة من ذرة الكربون لينتج عن ذلك تكوين حلقة بنزين ترتبط بها مجموعة أسيل إذن تم استبدال البروتون هذا لمجموعة الأسيل دعونا نتتبع معا حركة هذه الإلكترونات بالألوان هذه الإلكترونات المبينة باللون الأخضر انتقلت إلى داخل حلقة البنزين وهذه الإلكترونات المبينة باللون الأحمر ارتبطت بهذا البروتون فنتج عن هذا التفاعل أيضاً HCL كما وتمت أيضاً إعادة إنتاج المادة المحفزة ألا وهي ALCL3 كانت هذه الصيغة العامة لآلية التفاعل أسيلة فريدل كرافت والتي تمت من خلالها إضافة مجموعة الأسيل إلى حلقة البنزين لنستعرض مثالاً يتم فيه استخدام تفاعل أسيلة فريدل كرافت بدلاً من تفاعل ألكلة كرافت التفاعل المستهدف هو تحويل البنزين إلى بيوتي للبنزين هذه هي الصيغة البنائية لبيوتي للبنزين حيث ترتبط حلقة البنزين بمجموعة الكيل مكونة من أربع ذرات كربون تذكروا أن بيوتي للبنزين كان الناتج الثانوي للتفاعل في درس تفاعل ألكلة فريدل كرافت وذلك بسبب إعادة ترتيب بنية الكاتيون الكربوني ولكن إن أردتم إنتاج بيوتي للبنزين بكمية كبيرة أي أن يكون الناتج الرئيسي للتفاعل فإن عليكم استخدام تفاعل أسيلة فريدل كرافت ولتكوين بيوتي للبنزين باستخدام تفاعل الأسيلة فإنه لا بد من إضافة مجموعة أسيل إلى حلقة البنزين تحتوي على نفس عدد ذرات الكربون في مجموعة الألكل في بيوتي للبنزين أي لا بد أن تحتوي مجموعة الأسيل على أربع ذرات كربون كلوريد الأسيل يحتوي على أربع ذرات كربون هذا هو كلوريد الأسيل وهذه هي ذرات الكربون الأربعة المحاطة بدائرة بنفسجية ولا بد من إضافة مادة محفزة لهذا التفاعل ولتكن كلوريد الألمنيوم وبذلك يحفز ALCL3 تفاعل أسيلة فريدل كرافت بحيث تتم إضافة مجموعة الأسيل التي أحددها بالأزرق إلى حلقة البنزين ذرة الكربون هذه في حلقة البنزين ترتبط مباشرة بذرة الكربون في الكربونين في مجموعة الأسيل المكونة من أربع ذرات كربون كما ذكرنا وهذا هو تفاعل أسيلة فريدل كرافت الخطوة التالية من التفاعل هي الانتقال من هذا المركب إلى هذا المركب الهدف ألا وهو بيوتيل البنزين وذلك بالتخلص من مجموعة الكربونين هذه إن التفاعل المستخدم لتحقيق هذا الغرض هو اختزال كليمنسون والذي يتضمن استعمال ملغمة الزينك مع الزئبق ومصدر للبروتونات مثل حمض الهايدروكلوريك HCL حيث تختزل ملغمة الزينك مجموعة الكربونين وتحولها إلى مجموعة الكيل وبذلك يتم تكوين مجموعة الألكيل المطلوبة والتخلص من مجموعة الكربونين إذن تفاعل الأسيلة هو إحدى طرق تكوين جزء بيوتيل البنزين بكميات كبيرة وهي طريقة فعالة أكثر من تفاعل الألكلة تعرفتم في هذا الدرس على الصيغة العامة لآلية تفاعل أسيلة فريدل كرافت ونواتجها